إذن من أعماق البحار إلى شبكة الإنترنت لا تتعب إيران من محاولاتها الفاشلة لقرصنة خصومها آخر العمليات هي محاولة زرع فيروس في منزل وزير الدفاع الإسرائيلي بني كانسا بوسطة عامل النظافة بحسب صحيفة جوسالينبوس ربط عامل نظافة اتصالا مع مجموعة القرصنة الظل الأسود المشتبه في ارتباطها بإيران اقترح العامل هذا أورين جوروش فيك تثبيت فيروس في الكمبيوتر الشخصي لبني كانس لسرقة وثائق سرية وها لإثبات حسن النوايا قالت الصحيفة العبريان العاملة أرسل حزمة صور لمستزمات تتعلق بوزير الدفاع الإسرائيلي لكن أعين الشبك أي جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي تفطنت لذلك أحبطت المحاولة قبل الكشف عن أي مواد سرية وأمنية هذا ويملك عامل النظافة سجلا جنائيا حافلا بالجنح فسبق اعتقاله أربع مرات وبتهمة السرقة لمرتين ليست المرة الأولى التي يكون فيها بني كانس هدفا لعمليات استخباراتية معادية فقد اخترقت المخابرات الإيرانية هاتفه عام 2019 وأخذت حينها جميع محتوياته بحسب تقارير ملابسات قضية العامل تقودنا إلى السؤال التالي من هي منظمة الظل الأسود المتهبة بها الوقوف وراء عملية التجسس ترجمة نانسي قنقر